موسيقى حكاية اللص والعجوز إن كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتنا فنرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديدنا فهذا يساعدنا على النشر ويعيننا على الاستمرار يحكى أن اللص دخل منزلا في ضواحي المدينة ليباشر عمله تحت ظلام الليل وسكونه لكنه هذه المرة وجد امرأة عجوزا جالسة مستيقظة يدها سبحة تستغفر ربها وتسبحه وهذا ما لم يكن في حسبانه فصرخ في وجهها لماذا ما زلت مستيقظة أيها العجوز الشمطة فعرفت العجوز أنه لص تسلل إلى منزلها في ظلمة الليل ليسرقها فقالت له بهدوء امرأة جمعت من الزمان كل معاني الحكم وأسرار الحياة يا ولدي يبدو أنك شخص محترم وتستحق كل خير وأنا أعلم أن الظروف التي لا ترحم هي التي أجبرتك على السرقة وجعلتك للصن آه يا ولدي ما أصعب الحياة لقد أصبحت لا تطاق وقل التكافل والتعاون بين الناس اسمع يا ولدي كما ترى أنا امرأة عجوز وأملك الكثير من المال وبعض المجوهرات ولم يعود لي بهم حاجة فأيامي أضحت معدودة وليس لي أولاد ولن أخذ هذا المال الكثير معي إلى قبري خذهم يا ولدي لعلك تنشئ بهم مشروع ينفعك فأنت ما زلت في مقتبل عمرك وتدع هذه الصرقة التي جعلتك تنحرف عن الطريق المستقيم لكن أرجوك يا ولدي قبل أن تغادر سأطلب منك طلبا قال اللص تفضل يا جدة أطلبي استرسلت العجوز في كلامها منذ قليل كنت نائمة فرأيت حلما مزعجا وهو الذي أيقضني في هذا الوقت المتأخر من الليل أيقضني مرعوبة خائفة وأريدك أن تفسر لهذا الكابوس الذي قدمت جاي فابتهج وجه السارق وقال في نفسه يبدو أنها فرصة العمر جاءت بين يدي سأحصل على مال كثير أعنطي بخاطر وبدون تعال سأسمع لها سخافاتها وأرضيها في تفسير حلمها فهي عجوز في الآخر بان عليها العجز والخرف فقال لها تفضلي يا جدة ما هو حلمك؟ قالت له يا بني رأيت فيما يرى النائم أنني أمشي على حافة نهر وفجأة انزلقت رجلي وكنت على وشك السقوط في النار لولا أني أمسكت بغصن شجرة فجعلت أصرخ بأعلى صوتي وأقول النجد يا عبود النجد يا عبود أنقذني يا عبود فسألها السارخ بلهفة ومن هو عبود هذا أيها الجدة العجوز؟ وفجأة أتى عبود بنها الذي كان يرقد في الحجرة المجاورة وأمسك باللص وأخذ يضربه ضربا مبرحا حتى كاد يقضي عليه قالت العجوز يكفي يا عبود حرام عليك يا عبود سيموت الولد بين يديك فرد السارق قائلا اضرب يا عبود اضرب يا عبود أنا أستحق كل هذا وزيادة لأعرف لماذا دخلت هذا البيت هل لأسرق أم أفسر الأحلام اضرب اضرب يا عبود الرجل ذو الحدبة كان يحكى أن هناك رجل ذهب ليستحم في الحمام ليلا ولما كان داخل الحمام لوحده لم يره حارس الحمام فقفل عليه الباب وانصرف وعندما أراد الرجل الخروج لم يستطع فتح الباب فعاد إلى الداخل وبدأ بالتطبيل باليد وبالسطول فخرج له جني عفريت من الجن وقال له إن طبلت لي وأعجبني ذلك سأفعل لك كل ما تريد بدأ الرجل بالتطبيل والجني يرقص انتهى الرجل من التطبيل فقال له الجني أعجبني ذلك أطلب كل ما تريد فقال له أريد إزالة هذه الحدبة التي فوق ظهري فأزالها عنه وخرج من الحمام مصرورا والتقى بصديق له بنفس حالته القديمة فسأله متعجبا أين الحدبة فحكى له كل شيء فأراد صديقه أن يفعل مثله وذهب إلى الحمام في الصباح الباكر وبدأ بالتطبيل فخرج له الجني عفريت من الجن وقال له ما هذا الهرج وبدأ بضربه ووضع له حدبة تانية على ظهري وذهب إلى صديقه وسأله ماذا فعلت قال له لقد ذهبت إلى الحمام في الصباح الباكر وفعلت كل ما قلت لي وخرج لي عفريت من الجن وبدأ يضربني وزادني حدبة أخرى كيد النساء كان يمكان في قديم الزمان كان هناك أحد الرجال متزوج منذ فترة طويلة والمرأة التي تزوجها لا تنجب فطرحت عليه زوجته فكرة ذات يوم وقالت له لماذا لا تتزوج امرأة ثانية يا زوجي الغالي فربما وعسى تنجب لك الزوجة القادمة أبناء تفرح بهم وتصر بهم فقال لها زوجها ماذا سأفعل بالزوجة الثانية سوف تقع بينكم الكثير من المشاكل والغيرة والحسد فقالت الزوجة لا يا زوجي الغالي فأنا أحبك بجنون أعدك سوف أراعيها ولن تحدث أي مشاكل بإذن الله وأخيرا وافق الزوج على فكرة زوجته الأولى وقال لها وسافر يا زوجة العزيزة وسأتزوج امرأة لا أعرفها أنا ولا أنت تفاديا لأي مشاكل بينكما رجع الزوج من صفرته متوجها نحو منزله ومعه جرة كبيرة من الفخار وقد ألبسها وزينها بفياب فاخرة ثم غطها دون علم زوجته وخصص لها بيتا خاصا بها وناداها قال لزوجته الأولى ها أنا قد طبقت فكرتك يا زوجتي العزيزة ولقد تزوجت بامرأة ثانية وعندما رجع الزوج من عمله متوجها نحو المنزل لقي زوجته الأولى تبكي فقال لها ماذا يبكيك يا زوجتي العزيزة فقالت له الزوجة إن امرأتك التي جئت بها من المدينة سبتني وأهانتني وضربتني وأنا لن أتحمل هذه الإهانة استغرب الزوج من الكلام الذي سمعه ثم قال أنا لن أرضى بأن يتطاول أي شخص على زوجتي الأولى الغالية وسترين بعينك ماذا سأفعل بها الآن ثم أمسك الزوج العصى وضرب بها الضرة على رأسها فتحطمت وإذا بها جرة فخارية والزوجة قند اندهشت ولم تجد ما تقوله فقال لها زوجها هل أدبتها لك؟ فقالت المرأة لزوجها لا تعاتبني على ما حصل فالضرة مرة ولو كانت جرة قصة اختبار الذكاء جلس أحد العباقر الأجانب ذات يوم بجانب شخص عربي في رحلة بالحافلة فأراد العبقري أن يختبر ذكاء العربي فقال له ما رأيك أن نلعب لعبه؟ أنا أسألك سؤالا إذا لم تعرف الجواب تعطيني عشرة دنانير وأنت أيضا تسألني سؤالا وإذا أنا لم أعرف الجواب أعطيتك ألف دينار فوافق الشخص العربي قال العبقري ما سبب جاذبية الأرض؟ فكر العربي قليلا ثم أخرج من جيبه خمسة دنانير وأعطاها للعبقري العرب حسنا ما هو الشيء الذي يصعد للجبل بثلاثة أرجل وينزل برجل واحدة؟ ظل العبقري يفكر ويفكر لوقت طويل لكنه لم يعرف الجواب وبعد ساعة تقريبا من التفكير أخرج العبقري من جيبه ألف دينار وأعطاها للعربي ثم سأل العبقري العربي وما هو ذلك الشيء الذي يصعد الجبل بثلاثة أرجل وينزل بواحدة؟ فأخرج العربي من جيبه عشرة دنانير وأعطاها للعبقري قصة القردان والموز يحكى أنه كان في الغابة قردان صديقان أحدهما منحوس والآخر محظوظ بكل الأشياء وفي يوم من الأيام اتفق القردان على أن يذهب إلى مزرعة على مقربة منهما لجلب الموز وتناوله ووضع خطة لذلك تقتضي أن يبقى القرد المنحوس على الأرض فيما يصعد القرد المحظوظ إلى شجرة الموز ليقطفه ويلقيه للمنحوس في الأسفل رأى المزارع القردان وهما يسرقان الموز فأسرع وأمسك بالقرد المنحوس وأبرحه ضربا شديدا فيما هرب القرد المحظوظ وهو يمسك قطف الموز وفي المرة الثانية تكرر نفس ما حصل في المرة الأولى وأبرح المزارع القرد المنحوس ضربا شديدا أيضا إلى أن قرر القردان أن يتبادل الأدوار فصعد القرد المنحوس ليقطف الموز هذه المرة فيما بقي القرد المحظوظ على الأرض وعندما رأاهما المزارع هذه المرة قرر أن يضرب القرد الموجود في أعلى الشجرة هذه المرة للموجود في أسفلها كما يفعل دائما وبذلك أمسك بالقرد المنحوس وأبرحه ضربا شديدا للمرة التالثة على التوالي فيما فر القرد المحظوظ ضاحكا وفي يده قطفة الموس العجوز ذو الذقن الطويل يحكى أن شابا ترتارا رأى شيخا كبيرا ذو ذقن طويل غزاه الشيب يجلس مرة على باب السوق فأراد هذا الشاب أن يبدأ معه حديثا يسليه به فأتى إليه وسلم عليه وقال له هل بسؤال يا عم؟ فقال له الشيخ الكبير تفضل يا بني فقال الشاب أتضع ذقنك هذا فوق اللحاف عند نومك يا عمى أم تحته؟ سكت العجوز برها ولم يعرف لسؤال هذا الشاب جوابا ذلك لأنه لم يتفطل لما يفعله به عند نومه من قبل لكنه وعده أن يلاحظ ما هو فاعل به عندما ينام الليلة التالية وفي الصباح انطلق العجوز باحثا عن الشاب في السوق بكل عزمه ولما لقيه سلم عليه وانهال عليه ضربا وقال له أربعون عاما وأنا أحمل ذقني أينما حللت ولا أشعر منه بثقل لا في نوم ولا في طعام ولا في شراب أما الليلة فقد جافني النوم ولم أعرف له طريق إن رفعته فوق اللحاف أحسست بأنني مشنوق وإن وضعته تحت اللحاف أحسست بأنني مخنوق فاذهب لا بارك الله في أعدائك ولا صلتك بثرترتك هذه على أحد حبل بطول الرمح قدم رجل مرة لقاضي ليحكم في أمره فسأله القاضي ما تهمتك يا رجل؟ قال له الرجل بهدوء لا شيء يا سيدي سوى أنني سرقت حبلا بطول الرمح فقال القاضي مستغربا وهل قدمت للمحاكمة بتهمة سرقة هذا الحبل القصير؟ فطأطأ الرجل رأسه وقال نعم يا سيدي فقد كان في آخر الحبل بقرة قصة الخليفة والشاعر يحكى أن خليفة أنشد قصيدة أمام مدعويه وحاشيته وكان بينهم شاعر فبعد أن انتهى الخليفة من إلقاء قصيدته التفت إلى الشاعر وسأله هل أعجبتك القصيدة يا شاعر؟ أليست بليغة؟ فأجابه الشاعر لا أشم بها رائحة البلاغ والله فغضب الخليفة وأمر أن يحبس هذا الشاعر في الإستبل مع الخيول والحمير فظل الشاعر محبوساً في الإستبل شهراً كاملاً ولما أفرج عنه الخليفة وعاد إلى مجلسه عاد الخليفة إلى إلقاء الشاعر وقبل أن ينتهي من الإلقاء نهض الشاعر وهم بالخروج من المجلس خلثه فلمحه الخليفة ثم سأله إلى أين يا شاعر؟ فأجاب الشاعر إلى الإستبل يا مولاي اشتركوا في القناة